سحب للسلاح وحكومة انتقالية وانتخابات إنها ملامح الخطة الأممية الجديدة التي سيتضمنها إطار الحل السياسي الذي وعد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريثيس مجلس الأمن بتقديمه خلال شهرين مصادر دبلوماسية هي التي كشفت لجريدة الشرق الأوسط السعودية عما أسمتها أبرز ملامح خطة المبعوث الأممي هذه والتي تشمل مرحلة انتقالية لم تحدد بعد فترتها الزمنية من المقرر أن تشهد حكومة شراكة تضم ميليشيا الحوث الانقلابية المصادر أوضحت أن المفاوضات المزمعة ستكون بين حكومة وانقلاب على أن يترك الأمر بعد ذلك لليمنين للحوار فيما بينهم لحل القضايا الأخرى بما في ذلك القضية الجنوبية في ظل التزام الأمم المتحدة بحلها في إطار الحفاظ على وحدة اليمن الحكومة اليمنية لا تبدو متحمسة للخطة الأممية الجديدة واشترطت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبدالملك المخلافي للقبول بحكومة شراكة وجوب سحب السلاح والانسحاب من المدن وأن يكون أي حوار مستقبلي بين حكومة شرعية وانقلابيين وفقا للقرار الأممي 2216 وهدفه إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستبعد الوزير المخلافي أي إمكانية لإخراج الحوار من هذه الدائرة إلى حوار شامل أو خلط للأوراق وشرعنة غير مقبولة للانقلاب وفقا لما نقلته عنه صحيفة الشرق الأوسط لا يبدو إذن أن المبعوث الأممي يسير على أرض صلبة باتجاه الحل الذي يعمل على تسويقه في ثاني جولة له في المنطقة والتي بدأها بالرياض حيث التقى الرئيس هادي ورؤساء الكتر البرلمانية فيما جرى تأجيل زيارته المقررة إلى صنعاء إثر مصرع صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في سلطة الأمر الواقع التي أسسها الحوثينا هناك ملامح خطة المبعوث الأممي مارتين جريفثيس هي نفسها الخطوط العريضة لخطة الحل السياسي التي كشف عنها في أول إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن في السابع عشر من هذا الشهر وهو ما يره المراقبون إعادة تدويرا للمقترحات المفخخة التي سبق وأن تعثرت أمام تحديات الواقع الذي أفرزه الانقلاب والحرب طيلة أكثر من أربعة أعوام ترجمة نانسي قنقر